اشتركوا في القناة من 5 إلى 19 مali متر بنعروس من 7 إلى 19 جسرين منزوز مليمترات إلى 15 بيجا من 3 إلى 13 والكيف من 3 إلى 12 مali متر سريانة من 1 إلى 12 المونستير منزوز إلى 10 مليمترات من 1 إلى 8 في ولاية أريانا توزر وقبلي ومنوبة من 1 إلى 7 مليمترات جندوبة منزوز إلى 6 مليمترات القيروين وبنزارة وسفاقص من 1 إلى 5 مليمترات المهدية من 1 إلى 4 وسديبوزيد في حدود 3 مليمترات كذلك عاشنا ظواهر جوية أخرى وهي هبوب رياحة كانت أقوى سرعة في مدينة تيلة 115 كم في الساعة المنسير 112 كم في الساعة مطمطة 104 نفيدة 101 سيقص وتوزر 97 كم في الساعة سيدي بوزيد 90 كم في الساعة سلينة والقسرين وقبلي في حدود 79 كم في الساعة البرما 76 كم في الساعة القيروين 72 مهدية وقفصة 68 كم في الساعة الكيف 61 كم نيبل 58 كم في الساعة بنزارة ومقرن ورميدة في حدود 54 كم في الساعة مدين جربة وتطوين في حدود 50 كم في الساعة وكذلك ظواهر جوية أخرى وهي النزول البارد في ولاية القيروين في نظور في ولاية الزاغوين ومكرم من ولاية سليينة وتيلة وحيدرة من ولاية القسرين درجات الحرارة المسجلة ظهر اليوم كانت في حدود 15 والعشرين درجة بشمال والمرتفعات وفي جهة الساحل في بقية الجهات كانت من 21 إلى 26 خصوصية التقص نشوفها مع تساسل لصور القمر الأسطينية التقص كان كثيف الصحوب على أغلب الجهات مع أمطار متفرقة بالشمال وبالوسط وتقص مغيم كان بالجنوب توقعاتنا لتقص الليلة صحوب عبرة تكون أكثر كثيفة بالوسط مع أمطار متفرقة والريح من القطاع الغربي توصي سرعته إلى 50 كم في الساعة بالنسبة لتوقعاتنا لتقص غدوة كذلك البضع ملئم لنزول أمطار بالشمال وبالوسط وتكون أكثر غزارة بعد الظهر وتكون كذلك رعدية الريح من القطاع الغربي والبحر المضطرب فشديد الاضطراب قراءة تفصيلي لدرجات الحرارة في المدن التونسية تونس الكبرى 19-18 في قليبيا 19 في نيبر 19 في بنزرد 17 في تبرقى جندوبة 19 درجة بيجة 19 في الكيف 17 درجة مع أمطار سنيا 17 درجة 19 في زغوين أقل في مدينة تيلة 16 درجة مع أمطار والقيروين في حدود 22 درجة سوسة 20 لمنسل 19 المهدية 20 درجة قرقنا 21 وليت في قصة 21 وسيدي بوزيدة 20 درجة القسرين 18 درجة قفصة 22 درجة وتقس مغيم جزئيا جيب 26 درجة مع بعض السحب وتوزر 25 درجة مع بعض السحب وليت قبل درجات الحرارة في حدود 25 وتقس مغيم كذلك جزئيا أما بالنسبة لمدن الجنوب الشرقي جزيرة جربا بيجة تكون في حدود 25 مدين 27 تطويل 25 ورميدة 27 درجة بالنسبة للملاحة وسيد البحر نشارتنا التحذيرية مزيد سيرية المفعول بالنسبة للإخوة البحارة الريح تكون على كامل أسواحل جنوبية غربية مع عدى خليج الحمامات ومنطقة الشيبة تكون جنوبية غربية ثم تتجاه شرقية والبحر يكون في خليج الحمامات ومنطقة سيرات شديد الاضطراب يصبح وفعليات الريح من 25 إلى 30 توصل مؤقتا من 30 إلى 40 فتتجاوز 45 عقدة وبالنسبة لخليج الحمامات ومنطقة الشيبة البحر يكون شديد الاضطراب وفعليات الريح من 30 إلى 20 فتتجاوز لأربعين العقدة وبالنسبة لخليج جيبس فعليات الريح بشكون من 20 إلى 30 والبحر بشيكون شديد الاضطراب بالنسبة لتوقعاتنا الجوية لبعض المدن العربية والعواصم الأوروبية نواقشات 33 دار البيضة 19 درجة جزيرة 13 درجة مع عمثارة تقسي شكون في طرابلس 24 وتقس سافي ودرجات الحرارة في الخرطوم تصعد في حدود 41 درجة تقسي شكون صافي القاهرة 32 درجة مع بعض الصحب بالنسبة للبقاع المقدسة درجات الحرارة في المدينة المناورة 38 مكة المكرمة 39 درجة مسقة 33 أبوظبي 29 الدوحة 35 التقس سافي في الكويت 33 بغداد 33 وفي الشرق الأوسط القدس الشريف 29 24 في بيروت وفي دمشق 28 أقل في إسطنبول 22 درجة مع بعض الصحب بالنسبة لأوروبا روما درجات الحرارة بشكون في حدود 14 درجة مع أمتار فيين 8 درجات برلين 8 أمستردام 6 وبروكسيل 4 لندن 9 درجات باريز 3 درجات مع أمتار وجنيف 4 درجات مرسي 21 درجة وتقس مغيم على كم البلاد مدريد 9 درجات مع بعض الصحب والشبولة تقس في حدود 17 درجة بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم السبت البحر بشيكون شديد الاضطراب في الشمال ومتموش بقية السواحل وريح بشيكون من القطاع الشرقي والوضع ملئ لنزول الأمتار في الشمال ومغيم جزئيا في الوسط وفي الجنوب ودرجات الحرارة في الوسط من 15 إلى 20 تصل في أقصى الجنوب إلى 30 درجة وبالنسبة ليوم الأحدى البحر بشيكون مع الكامل الأسواح المضطرب في شديد الاضطراب والريح بشيكون من القطاع الغربي وكذلك تقس بشيكون مغيم جزئيا على أغلب البلاد ودرجات الحرارة عامة بشيكون من 16 إلى 31 درجة أوقات الشروق والغروب الشروق بشيكون في الساعة 6.5 دقاق والغروب في الساعة 6.42 دقيقة لمزيد المعلومات وترق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني للرزد الجوي على صفحة الويب www.tv.tv.tv تتواصل وتتفعل معهم على صفحة الفيسبوك والموازع الصوتي أوقات الصالة لمدينة تونس ومجاورها ستاعد الصبح في الساعة الرابع 37 دقيقة والظهر الساعة منتصف النهار 30 دقيقة والعصر الساعة 57 دقيقة والمغرب الساعة 64 دقيقة والعشاف تماما الساعة 18 دقائق دمتم أوفياء للوطنية الأولى وليلتكم زين الناس لكم